الناوي هيشارك ولا كابتن علي لطفي هيكمل المشوار كل دي اسئلة النهاردة الناس بتتكلم فيها واحنا طبعا هنحاول نجاوب عليها من خلال ديوفنا وبيسعدنا الحياة ويشرفنا يكون معنا واحد من نجوم التسعينيات كان معلم خط نص زي ما بيقول الكتاب حياة كابتن بدر رجب واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيسعدنا ان احنا تواصل معاهم من الامارات كابتن بدر مساء الخير مساء الخير أصدر احنا بتحياتي لك وتحياتي للجميع الأهلوية ويشرفنا دايما ان احنا نسمع صوتك خلينا اسألك كابتن بدر في البداية كم مباراة قمة حوالي من ثمانية لعشر مباراة قمة اصعابهم ايه كابتن بدر نوكن يقول اكتر من كده اصعابهم البدايات يا سبت نحمد البدايات بتبقى صعبة دايما صعبة جدا 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 كانت في اربعة وتمانين في اربعة وتمانين خاسة وتمانين وكانت زد ند الزمانك وكنا كلنا نشئين وكاننا انا بس كابتن احمد شبير حانس المرمى اه دي المباراة الشهيرة طبعا اه كسبناها تلاتة اتنين طبعا دي كانت البداية دي دي يمكن تكون اهم واصعب مباراة انت خطها في مواجهة نادي الزمالك دي اصعب مباراة خطها في حياتي مش قدام الزمالك وانت نازل يعني وانت نزل فاكر المباراة دي ده يمكن كنت صغير شاية بس فاكر كويس جدا مقدماتها وفاكر الاجواء اللي عاشنا فيها وكانت جماهير النادي الاهلي كلها بصراحة ما كانتش متوقع ان انتو تعملوها خصوصا لو كنتم كنتم تعابوا قدام عتاولة الزمالك انتو وانتو نازلين ملعب كنتم مقتنعين او مصدقين او محضرين نفسكم وانتو نازلين تكسبوا نادي الزمالك بكل نجومه لا طبعا انا كده مش قدوس لو انتكت انا نازلين نكسب لكن احنا كان عندنا حابس قوص جدا من حاج كان يعرفه يعني دي كانت اخذ تانا هنا في اكتاع الناشط فكانوا المباراة دي جاءت لنا نجدة كده عشان يكتاروا اللعيبة اللي حيتأيدوا الموسم الجاي بسرعيل اول في النادي الآن فبالتاني كان ده الحابس بالنسباننا لكن كنا بنلعب لتنمع ماليك عملتوا ايه بعد ما المطش خلص يا كابتن بدل نعم عملتوا ايه بعد ما المطش خلص يعني مع صفارة نهاية المباراة وبتم تتويج الاهلي واعلانوا فايز بنتيجة تلاتة اتنين شعوركم كان ايه يعني الرد فعالكم كان ايه يعني كنا اسعد ناس في الدنيا ان احنا اتبقنا ان احنا لعيبها مندر زمالك للنادي الآلي قبل ماكسب ثم ماكسب مباراة كمه فيها نادي الزمالك القريق المنافسينة وبعديها لعيبنا الاسماعيلي وبعديها لعيبنا التنسان وبعديها لعيبنا اسماعيلي بالنهاي وخدمت المصورة دي وكانت أرقل بطولة للنادي الآلي لانها جاءت عن طريق طعا طب اللي انت بتقوله ده كابتن بدل يمكن يخدنا النقطة مهمة جدا انه الموضوع مش بس فني وبدني يعني الموضوع فيه كمان اعداد نفسي وفكرة انه يبقى الحافز موجود حتى لو كنت لعيب صغير أو حتى لو كانت اول مواجهة ليك في مشوارك مع نادي زي نادي زي مالك انه الحافز النفسي ويعداد النفسي هنا في منتعة الاهامية موهمة جدا ني cerca�도 من النقطة مهمة جدا فعلم التدريب في كرة القدم هو العمل النفسي والعامل الزهني مهما من جدا لعيب كرة القدم بالتالي انت لو ما عندكش حافز وانت احت اطلاق بلعالم عمه اتنا هتنور行了 اتنور انت التقاط الارقام انت عملها قبل كده بالتالي العامل النفسي والعامل الزهني مهمت جدا للكرة الحديثة في كرة القدم الفترة الحالية اللهم هيدي بقال لها دراصات كبيرة جدا إزاي تتعامل عائد نفسينا وتعيقهم وإزاي تشتغل عامل الزهني في علوم قولة القدم الحديث طيب مهم جدا 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 وعتقد الحافظ في النادي الأهلي مهم جدا مين عنده حافظ أكبر من وجهة نظر كابتن بدن رجب أنا رأيي النادي الأهلي النادي الأهلي وهو غير مقتنع أنه هو يقتنى الدوري فبالتالي عنده فرصة كبيرة جدا أنه هو يثبت أنه هو كان حق بالدوري وده مباراة مش حقول لك أنه هو يكسر أو يخسر لأنه إدوارته نبت تكسر في النادي مباراة خارج التوقعات ولكن بالإداء الأخير اللي عنده من النادي الأهلي المنزل إسماعيلي وبعدين البنت الأهلي أعتقد أن الأهلي بدأت ده قويها جدا 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 ونصر يسوماني ابتدأ يحط ده على الطريقة أو أسطوب اللعب والتشكيل من الأمثل لأي مباراة لأن الدكتة بتاعتنا بقى قويها جدا غير الأول خالف اللي عنده كلها جاهدة عندنا عندنا لنشط قبض فالأمور مهيئة إن شاء الله للنادي الأهلي يعمل مباراة كبيرة بقاطر ندر عملي لكن ظروف النادي الأهلي أحبب كثير من ندر كخطة وتشكيل تميل أكتر للمجاسفة أو تميل للعب على المضمون في المباراة زي دي أنا بحب التوازن في اللعب أنا كمدرد يعمل كلمة بشوف المدرد يعمل بحب التوازن بين النواحي المدومية والنواحي المدومية من وقع الأداء اللي شفتوا للأهلي في المطشين مثلا في الدوري إسماعيلي وبنك أهلي الطريقة الأنسب من وجهة نظرك وبالتأكيد أنت شايف مطشط الزمالك الأخيرة الطريقة الأمثل والتشكيل الأمثل لمواجهة نادي الزمالك طريقة الأمثل 4-2-3-1 هو بلعب اثنين دي فندر واربعة مدفعين وثلاثة مورة حرب مين يا كابتن بدر التشكيل اللي تختاره؟ يعني لو اتفعنا على الطريقة دي مين العناصر أو الأسماء من وجهة نظر كابتن بدر راجع؟ تقدر تقوم بالمباراة زي مباراة الزمالك أنا بقيت 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 الشخصية يعني الفريق اللي زائد من إسماعيلي هو أنا بتجي بيه بس أنت ابتدت قدام إسماعيلي بثلاثة ديفندرات يعني كنت بتلعب بالسولية وحمدي وديانج حمدي لو أنت لحظت كان السولية وديانج بتبادلوا إنه واحد هكومية بنتنكش بتلعب أنت على الورق أنت بتلعب بثلاثة لكن فيه واحد قدام لتنين بيكمل سواء ديانج أو السولية وبعد ما تلعب ديانج بقى يكمل الحمدي بأفري وشاط على المرما كذا 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 تزديد وإنه لا يوجد دليل إنه مفيش تمركز ما بش حاجة في الكرة دلوقتي بقى سي تمركز بزحلة في الكرة لأن فيه حاجة أسمع المكان وضع في المكان وإزاي أنت تتاكل وإذا عندك قرار أن أنت تبقى مبدأ في المكان اللي تلعب فينا ما بش حاجة أسمع بدافع بس ما بش حاجة أسمع بس لكن اللي يبقى عنده نواحي تفعية على مستوى وإذا جانب فرصة يهاجم إسمعني أنا أفضل فإنه لا أكملش بدأين أنت تتاكل سولية بيجيب جوال بيانج بيجيب جوال حمدي فاتح بيجيب جوال وطوله أفضل فإنه لما يتفعه بس طب خلينا أعقدك للشق الهجومي مع العيبة نص الملعب أسلحة الأهل الهجومية لسندي الحمد لله فيها وفرة ويمكن محيارة مستر مسماني ومحيارة الجمهور كمان يعني ما بنبقاش عارفين دايما مستر مسماني هيلجأ لمين شريف أول مباراة كان موجود على الدكة تاني مباراة كان موجود وحضر كتغيير مؤثر وهو اللي جاب لنا التلات نقاط شايف مكسوني ولا حسين الشحات ولا بيرسي تاو ولا كهربا يعني مين التشكيلة تبتدي بيها مباراة بيرسي تاو بيرسي تاو ومكسوني وشريف لاغنا عنهم في بداية المباراة لاغنا عنهم في بداية المباراة وعندك بقى بره الصحات وعندك كهرباء وعندك صلاح وطاهر طبعا صلاح مصاب هيغيب عن تشكيلة الأهل لكن عنصر المفاجأة مهم جدا جدا الجمبارات الكلمة مين تتوقع له التألق في المباراة دي يا كابتن بدر أنا متوقع بس بيرسي تاو اه بيرسي تاو اللعيب مماز جدا هارين على الأعلى مستوى عنده صورة الأداءة جدا عادية بيلعب بيجير الكنين عنده شغف كبير كده نستحمد على البول يعني من اللعيب اللي بيلعب بورتر بول أقطر طريق البرمة بيحاول رفعه واللعيب اللي هتلعب واللعيب اللي هتلعب لقاء قمة لأول مرة في حياتها هتقول لها ايه هقول لها دي مباراة في إثبات الزاد آآ انسا ان انت بتلعب آآ اول مرة تلعب مباراة كمة لان دي بالنسبة لك آآ طوق النجاة وتوق المعرفة بكماهيرك وبنديل ودي المباراة الكبيرة دي هي اللي بتسمع النجوم مش المباراة الصويرة المباراة الكبيرة بيتولد فيها النجوم فبالتالي اي ناشيء حيلعب او اي لعيب حيلعب مباراة ديلة بالنسبة لك مباراة الكمة علي ان هو يزبط نفسه ويقدم نفسه الكبيرة دي الاهلي ويقدم آآ الكرة بتاعته الكبيرة بقى بقى اي 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 بناسب مع مع قدراته مع قدرات النادي اللي جايبه علشان يكتبونا ان شاء الله في كتبت الاهلي دلوقتي فيه حد بيفكرك بستايل آآ بدل راجب في المرعب لا ده اللي موجودين حسنا مني دلوقتي لا بس فيه حد برضه اكيد بيعني بتحيص انه انه بيقرب كده او نفس اللمسة او نفس الطريقة او نفس الجارية في وسطة كنت معلن موسط مرعب انا بحس ان حمدي فاتح ورايب مني شوية حمدي فاتح بحس ان السمية ورايب مني شوية مش اقفش يعني اه لا لا اقفشها اه اه اللعيبا ما ينفعش اذكارني يعني اه هو لقصدوق صدوق لعب بريد من نوعه اقفشها يعني بليه ميقر تنائي والله بنسعد بيك دايما كابتن بدري وان شاء الله عن جيلكم قريب في الامارات طبعا كابتن بدري حاليا هو مدير الفني اللي اقتع ناشئين بنادي الجزيرة الاماراتي والاهلي عندكو في القريب واستاهله وناسه طبعا في الامارات في كاس عالم عنده يا كابتن بدري شرفونا سيد احمد وفانتظاركم وفانتظار النادي الاهلي وان شاء الله على رقنا وفاستهباركم ان شاء الله واتمنى التوفير للنادي الاهلي طبعا ان شاء الله بإذن الله بنسعد بيك واشكرك شكرا جزيلا على الفرصة التواصل معك كابتن بدر شكرا جزيلا نجمي نادي الأهلي طبعا السابق كابتن بدر رجب